السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أسأل الله عز وجل لأن تعالوا الهمم وإن إحنا فعلا من النهاردة تبتدي معنا مرحلة جديدة خالص نهاردة الحلقة لكم 14 يعني دخلين على ليلة 15 رمضان فربنا يبارف فيكم جميعنا رب العالمين والهمم تعالوا عدى نص رمضان يا جماعة وفاضل نصه وإلحقوا نفسكم لعن لو عسى ربنا يكرمنا ويعتق رقابنا من النار وزي ما قلت لك قبل كده لو عتق رقابتك مرة فلن يأسرك بالمرة تقول لي ما ممكن يعتق رقابتي وأجي بعد رمضان أعف الزنوب والمعاصر أقول لك ما تخافش وتطمن من كمال عدق المولى عز وجل لرقابنا جميعا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو أنت وقعت في معصية بعد رمضان هيوفقك للتوبة إن محدش فينا معصوم العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسبحان الله يعني أيام جميلة ويعني نازم المسلم يقتنمها ويكون عندهم عالية جدا إن أكبر قدر من الحسنات حصلها في الشهر ده أكبر قدر من الاستغفار أكبر قدر من الصلوات من قراءة الكرآن من الذكر من الفعل الخيرات من الصدقات من الأعمال الخيرية يعملها في هذا الشهر الكريم مبارك لعله وعسى ربنا يكرمك تفوز بليلة القدر تخيل حضرتك لفوز بليلة القدر يعني سنة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المولى عز وجل يقول ليلة القدر خير خير مش زيها خير من ألف شهر ألف شهر يعني أربعة وثمانين سنة وكم شهر لا 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 ده أفضل منها وطالما المولى عز وجل قال لك خير إما ما تعرفش الخير لفئة دي لأن الصيام والقيام يحتجان إلى الصبر والمولى عز وجل قال عن أهل الصبر إن لم يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب يصب عليهم الخير صبا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر الذين يغضق المولى عز وجل عليهم الخير بغير حساب يوم القيامة اللهم أمين تعالوا نكمل يا جماعة مع موضوع السابقين مع الناس أصحاب الهمم العليان قلنا إن إحنا عايزين همتنا تعالوا يوم بعد يوم أوعى تحتقر نفسك قول إن شاء الله من النهاردة أنا هبقى أفضل مسلم على وجل الأرض إن شاء الله من النهاردة أنا أكتر واحد هقدم خدمات لهذا الدين العظيم وقوعة تقول هو يعني جات علينا ما هو لو كل واحد قال هي جات علينا إذا لا حدش هيقدم أي حاجة لهذا الدين العظيم لكن قول إن شاء الله النهاردة أكون جدار عظيم جدا يحول بين أعداء الإسلام وبين الإسلام إن شاء الله من النهاردة هكون لبنة في جدار هذا الدين إن شاء الله من النهاردة هكون أول من ينصر هذا الدين وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين ربنا بير فيكم يا رب العالمين تعالوا نشوف مثال جميل جدا النهاردة إن شاء الله مثال لسيدنا أبو هريرة مثال جميل في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه صاحب النبي كم سنة جماعة حد فاكر أربع سنين أربع سنين فقط لأن أبو هريرة دوسي من قبيل الدوس قبيل الدوس دي كان آخر قبيلة أو من آخر القبيل اللي جات حتى تسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل ابن عمر الدوسي لو تفتكروا في بداية الإسلام الطفيل ابن عمر الدوسي ده كان سيدا في قبيل الدوس من بلاد اليمن فالطفيل اللي نجيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هو طبعا ما كانش جاي للنبي مخصوصة وكان جاي حج مع المشركين ومشركين كان بيحجوا أكروا بيحجوا بس حج يعني على شكل تاني خالص يعني كانوا يلبون أيضا كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه هو مملك فكانوا يشركوا الأصنام والأنداد مع الله عز وجل فالمهم جاء الطفيلة من عمر الدوسية وطبعا مشركين مكة قاعدين متاهبين هو حد ييجي من برى مكة ويخش على محمد صلى الله عليه وسلم فيسلم فتبقى مشكلة بالنسبة لنا فالمهم طبعا أول ما جيه الطفيلة راحوا مستلمينه هو احذر من محمد فإنه ساحل وكاهن وشاعر ومجنون وكذا 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 يفرق بين الرجل وامرأتي ويفرق بين الأب وبين أولادي ويفرق بين الصاحب وبين صاحبي هو حتقرب له فالطفيلة من عمر الدوسية عمل ايه؟ رحاتت الكرصف ايه الكرصف ده اللي هو القطن رح حطه في ودانه قال خلاص عشان ما اسمعش منه ولا كلمة ولا يسمعني ولا أقول له اي حاج ورح ما عد يوطاف حوالين الكعبة وهو بيطوف بيقول ايه؟ خبالك بقى من كلام الطفيل بيقول فأبى الله إلا أن يسمعني من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا بقى السلام كان وقف بيصلي حوالين الكعبة والطفيلة بن عمر الدوسية واقف بعمال بيطوف حوالين الكعبة وفجأة سمع كلام الكرآن ينساب من بين ثنايا من أنزل عليه الكرآن بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم خال حضرتك لما بتكون فيه إمام صوته حلوة في المزج بتقول الله داني نفسي ما يخلص ومن لو سمعت الكرآن من ثم من أنزل عليه الكرآن صلى الله عليه وسلم فالطفيلة بن عمر سمع بعض آيات الكرآن بتنساب من بين الثنايا النبي صلى الله عليه وسلم فرح مكلم نفسه وروح شايل أطن وقال ليه يا طفيل هو أنت صغير؟ أنت راجل شاعر كبير جدا وراجل يعني سيد في قومك هو أنت ما تعرفش الحلو من غيره؟ أنت ما تعرفش الحكم الباطل؟ طب ما تروح تسمعه يمكن يكون اللي بقوله ده صح ويمكن اللي بقوله غلط فأنت لا تقدر تحكم أنت راجل شاعر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تزعم أنك يا نبي؟ قال أجل قال ويوحى إليك من السماء؟ قال أجل قال اقرأ عليه شيئا مما أوحى إليك فبدأ النبي يقرأ عليه بعض آيات الكرآن طفيلة بن عمر الدوسي راجل شاعر كبير جدا فقال لا لا ده مش شاعر ولا سحر ولا كهانة لا 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 ده كلام ده أول مرة أسمعه فأسلم الطفيلة بن عمر الدوسي في التول لحظة فلما أسلم يعني طالب بن عمر الدوسي فبما تأمرني يا رسول الله قال يعني استوصي بقومك خيرا وادعوهم إلى الله عز جل عصلا الله عز جل أن ينفع بك فالمهم رجع الطفيلة بن عمر الطفيلة بن عمر الدوسي كان طبعه أصلا حاد شديد فما كانش عارف يدعوه بأسلوب يعني إيه يعني أسلوب رخيك وكده فأول ما رجع لقابلي الدوس أول ما دخلت عليه زوجته قال لها إليك عني قرى بليش ليه في إيه ده أنا يعني أنت لسه جاي بالصفر وأنا جاي استقبلك يعني في إيه فالها أنت على ديانة غير ديانتي وأنا لا أريدك خلاص بقى فكل واحد يروح للطريقة طب ما تقول لي أنت على ديانة إيه ويمكن أننا كمان أكون معاك فربق مع بعض فعرض عليه الإسلام فأسلمت خلاص بل أنا أسلمت جاي دخل عليه أبو قال له إليك عنه أنت رجل المشرك وانا مسلم أبوك وأمك وأخوك وأختك وزوجتك هيستحملوك إنما الناس اللي بغربش هيستحملوك ففعلا بدأ يعرض الدعوة بالأسوب ده أي حد يا رب يقول لي إليك عني خلاص إليك عني طبام فمحدش إبلي الدعوة بعدها الطفاية رجع للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن دوسا أبت وكفرت حد شفوه ما عايز يسلم خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد وسلم الصحابة وداخل عليه الطفاية بيقول له الكلام ده فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه أخاب رب يضي الصحابة بنفس اللفظ الحديث يقول لك فوضعوا أيديهم على رؤوسهم وقالوا هلك الدوس طالما النبي صلى الله عليه وسلم هيد على حد ده خلاص يعني ده خلاص ضائع يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال قل بل بقى النبي هيد على دوس أبدا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم نبع الرحمة وينبع الحنان يدع على الناس ديت أبدا فقام النبي ودعا لهم قال اللهم مهدي دوسا وأتي بهم يا الله تعرف تكون كده تعرف تكون رحيم في دعوتك تعرف ما تدعيش على الناس حيننا نجمعها بعض مع بعض إخواننا الدعاء اللي لسه يعني بيبتدوا في الدعوة فلاقيه قاعد بيتكلم ويقول وحصل وقرى ومش عارف إيه والفنان الفلاني أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز المختار قال له طب ليه يا أخي ليه تدع عليه وليه ده رجل الفنان بيفعل الفسق والمجون وشا فيه قال له طيب هو بيفعل الفسق والمجون وبيفعل أشياء ووقع في كبائر لا حصل لها ولا حدود أنت كده كده رفع إيديك بتدعي طب ما بدل ما تدع عليه طب ما تدعي له يقول له أدعي له أقول له أهو الله ادعي له ما هل زي دوت لو اهتدى ما هيبقى في ميزان حسناتك ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خيره لك من حمر النعم وبعدين فوق ده كله ده لي أتباع وليه جمهور فلو دوت التزم ما الجمهور كله هيلتزم والموقف ده حصل معايا والله يا جماعة بس ما كان بلكم بس قصة الطفيل فالطفيل رح إيه قال لي نابع السلام ادعوا الله على دوس فإنها أبت وعصت وكفرت فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي دوس وقت بهم خبالك وبالفعل اهتدى الدوس وقاتى الله عز وجل بيه بس فين بقى في آخر من جاءت من الوفود وكان معهم مين كان معهم أبو غريرة فأسلم أبو غريرة شاف الموضوع للخصة اللي عايز أحكيها لك أن في يوم من الأيام كنت راجع من إحدى الرحلات الدعوية في إحدى البلاد العربية وأنا راجع وبعدين الناس أبيني في المطار وده بيسأل سؤال وده بيسلم وده بيقدر في حضنه وشاف إيه يعني اتعطلت شوية فاطلعت آخر واحد الطيارة خبالة فأنا طلع الطيارة لقيت واحد من مشاهير المطربين في مصر مشهول جدا جدا يعني عالم يعني وصوره في الجرائد والمجلات وفي الشوارع وكان ذا كله فالمهم فلقيت واقف على باب الطيارة بيتكلم مع المضيفة فهمت دخلت وتذكرت موقف معين كان من أجمل المواقف اللي أنا قرأت عنها في السيارة الموقف ده المين يا جماعة؟ للصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه إيه اللي حصل في الموقف معدي عبدالله ابن مسعود على واحد من المطربين اللي كانوا عاشين في عهده اسمه زاذان زين ألف ذال ألف نون اسمه زاذان شاب صغير صوته جميل جدا جدا وكان بيجمع الشباب قدام بيته ويجيبوا الخمرة ويجيبوا العود هو يعزف عود ويغني وصوته جميل جدا هم يشربوا خمرة ويستمتعوا بجمال صوته فعدى عبدالله ابن مسعود قدام زاذان طبعا لو واحد غير بقى عبدالله ابن مسعود كان له بس يلا خش كسر كسير خبط خبيط غير منكر اقتلهم فهم ازاي؟ ولا عوارهم ولا كسروا العود وكاملوا ودلوا الخمرة لا ما عملش كده عمل ايه؟ عدى من قدام زاذان هو بيغني فقال ايه؟ نفس اللبص الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله شوف يا اخي الكلمات الجميلة شوف التعبيرات الحلوة شوف الدعوة الحلوة الجميلة السهلة الميسورة هي دي المسألة فاول ما قال الكلمة دي زاذان سمع عبدالله ابن مسعود بيقول بعض الكلام بس هو ما عرفش عبدالله ابن مسعود ده اولا سالين ما عرفش هو قال ايه؟ فراح مكلم الناس اللي حواليه قال من هذا الرجل؟ قالوا هذا عبدالله ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله على طول في ساعتها الكلمة وقعت في قلبه وراح ماسك العود وراح مكسره ودلأ الخمر وجل عليه وقال انت الذي قلت كذا وكذا؟ قال اجل فبكى زاذان وقال اشهدك اني قطبت الى الله عز وجل واحد غير بعد عبدالله ابن مسعود يقول له اخيرا عرفت بقى يا سيد ان انت كنت على باطل وقبلك اخيرا طبت الى الله عز وجل الحمد لله ان انت بقيت كويس قبل ما ما قالوش كده عبدالله ابن مسعود لما لابكى وقال له اشهدك اني قطبت الى الله عز وجل فبكى عبدالله ابن مسعود وقال بعد ان اخذه في حضني قال وكيف لا احب من احبه الله عز وجل اما علمت ان الله عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالموقف ده جرى قدام عيني وانا داخل على المطرب ده والله رح تداخل عليه سلم عليه وانا مكتسم وبسلم عليك حرارة شديدة جدا طبعا الموضيفة لما لقيت داخل اسلام عليها رح ماشت يعني فقلت بسلم عليه السلام عليك واستاذ فلان طبعا انزلوا الناس اما انزلهم مش اجا اقول له انت اللي بتغني وبتعمل كذا وشاف ايه لا دخلت عليها على طب ساعتها الاستاذ فلان قال لي اه حيك تعرفني قطلو هل يخفى القمر؟ فالراجل حس بفرحة شديدة جدا ان واحد زي حالاتي يعرفه اخبالك فقلت له هل يخفى القمر؟ فقال لي بجدد طبعا طبعا عرفك والله فوقفت كلم معاه شوية ودردش معاه وبعيدا تماما بقى عن الاغاني حلال والله حرمه كانت يعرف موضوع تاني خالص وبعد ما كلمتي معاه روحت وغدف حبني وقلت له بنفس اللفظ ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله دعوة الرحيم يا جماعة دعوة اللي يكون بسطوب بسيط فنرجع على موضوعنا بقى فالطفيل ابن عمر الدوسي كان من ضمن الناس اللي في ميزال حسناته ابو هريرة الذي اسلم على يديه وعاد ابو هريرة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنوات ياه ابو هريرة اللي ملت دنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم او لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي اربع سنوات اربع سنوات فقط بس عمل يبقى؟ خد بقى الموضوع بجد زي ما بقولك لما تلتزم التزم بجد مش مغرب بقى لحية وطوب وخلاص ومعاملات سيئة جدا أخلاقيات سيئة عيازا بالله عقق والدين إساءة إلى الزوجة إلى الأولاد لا 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 الدين المعاملة وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح فالمهم سبحان الله أول ما أسلم أبو هريرة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي على شبع بطنه الناس اللي بتتهم أبو هريرة لأ أبو هريرة كان ممكن يروح ويتاجر ويبيع ويشتر ويبقى من أغنى أغناء الصحابة لكن هو فضل إنه هو يفضل مع النبي عشان يعود ويستدرك العمر اللي فات وينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة خب بالك ولذلك خب بالك من حاجة كثرت رواية أبو هريرة وحفظه الحديث النبي ده كان معجزة مش لأبو هريرة كان معجزة للنبي إيه الدليل على كده حديث رواية البخاري بس بعدما تصدع النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواية البخاري أن أبو هريرة في يوم الأيام راح للنبي وده كان كلام ده كان في بداية صحبته للنبي قال له يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه فعمل إينا مع السلام قال أبسط ردائك فشل الردائك كده على كتافه ورح بسط على الأرض فقال اسمع مني ثم اجمع ردائك فلن تنسى حرفا بعد اليوم فأبو هريرة راح بسط الرداء وأن نسى صلى الله عليه وسلم تحدث الكلام ثم قال بعد ذلك اجمع ردائك فجمع الرداء يقول أبو هريرة فوالله ما سقط مني حرف بعدها ولا نسيت كلمة يبقى حفظ أبو هريرة الحديث النبي على سلام ده في حد ذاته يا جماعة معجزة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم فبدأ أبو هريرة ماشاء الله يبقى موسوع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة صاحب النبي أربع سنوات خد الموضوع بجد بجد أنت لبست نقاب النهاردة النقاب مش آخر الدنيا خلاص مش هو ده النهاية لا ده البداية لبست النقاب لبست الحجاب جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ويسبتك ابدأي بقى ماشاء الله حفظ كرآن طلب علم دعوة إلى الله بر والدين إحسان إلى الجيران معاملة طيبة للزوج طوع للزوج في غير معصية الله تربية أولاد نشأ على الكتاب وعلى السنة ماشاء الله تبقى داعية إلى الله صلى الله عليه وسلم تبقى صورة للإسلام كما قال بعضهم ولقد انتصل محمد بن عبد الله يوم أنصاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات الورق ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم وكما قال القائل نريد أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية كلنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه من النهاردة يا جماعة اللي بيشهد الإسلام شهادة عملية بالأعمال والأفعال والأقوال والأخلاق والمعاملات فين يا جماعة فين فين أخلاق المسلمين النهاردة فين معاملات المسلمين تعالوا بص على المحاكم تجد تعس أن نص البلد رفع أواضع النص التاني ليه مشاكل مشاكل بعد عن الأصلين عن النبعين الصافيين عن كتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد مهازل إنما لو الناس عادوا إلى شرع الله وعادوا إلى هدي رسول الله والله لا تجد مسلم مسلم واحد رفع عضية على مسلم تاني ليه خلاص بقى فيه تسامح وفيه وده وفيه إخاء وفيه صدق في المعاملة فيه أمانة فيه وفاء فيه أمانة فيه كل خير بقى وقبلة ولذلك الإسلام لما تبص الإسلام انتشر فيه بقعة الأرض بإيه بالمعاملات يا جماعة مش بالكلام مش بالمنظر مش بالمظهر مش بخمار ونقاب ولحية وتوب لا 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 انتشر الإسلام بالمعاملات والأخلاقيات كان يجي الناس الصحابة كان مثلا الصحابة أو التابعين يجي خش الأسواق بتاعة البلاد اللي بيروحوا يدعو فيه إلى الله عز وجل وانتشر خبالك مش علادة علماء كمان وبس علادة التجار التجار تجار اللي النهاردة لو واحد شاف تاجر من تجار اللي بيتاجره في بعض البلاد عيزة بلاه ممكن يتفتم بساوي الأخلاقيات وعدم الأمانة لا 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 كان التجار بقى تجار تاجر أمين لا يغش ولا يخضع ما شاء الله عارف أن مهمته في الدنيا ما جئنا إلا لنعبد الناس كلها لله كما قال ربعي بن عامر لرسطم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة قبلة كان يجا راجل المسلم التاجر الأمين الوفي واقف ما شاء الله في السوق ما شاء الله الله أكبر غض بصر أعديق القرآن مشغول بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وقت الصلاة يقوم للصلاة ما فيش حاجة اسمها للعمل عبادة ويسيب الصلاة لا أول عمل عبادة من نوافل العبادات صح بس بشرط إنهم ما يلهنش عن إيه عن العبادة الأصلية وما خلقتوا الجنة والإنسة إلا إلا ليعبدون واقف غض بصر راية القرآن ذكري لله تسبيح البضاعة محطوطة آسم البضاعة البضاعة اللي مش كويسة على جن والبضاعة الكويسة على جن ما فيش حاجة اسمها لحط ده على الوش لحط ده تحت والكلام ده كله لأ ما شاء الله أبانة في البايع والشراء إيجي الراجل كافر هل عندك قمح؟ عندك قمح أيوة عندي قمح بس أخوية اللي هناك ده عنده قمح أفضل من اللي عنده إيه ده في حد في الدنيا بيعمل الكلام ده فقال له ما دينك إيه دين الإسلام وهل دينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول له نعم يأمرني بالخلق ده يقول له طب أعمل لاش يدخل ديني يقول له أشهد الشهادتين فأشهد وقال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابي ده عمل إيه؟ آه فقد درهم درهمين ثلاثة لكن كسب رجل دخل في دين الله يقول له واحد تاني عندك شعير؟ آه عند شعير وشعير جيد جدا جدا بس ياردت اشتري من أخوية اللي جنبي طب ليه؟ أصلي أخوية اللي جنبي ما باعش من الصبح وأنا بعت كتير فاشتري منه عشان يرجع لأولاده بأكل اليوم يا ها تدينك إيه؟ الإسلام والدين ده بأمورك بالأخلاق ديت؟ أيه نعم طب أشهد وقال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت بالأخلاق بالمعاملات بالأشهد كلها ليه هأفر عظيم جدا أنا أفكر يا جماعة إن شاب صغير كان سبب دعوة ناس في أوتوبيس كامل بمعاملة طيبة الشاب بطلع على أوتوبيس وهي طبيعي إنما يكون راكب أوتوبيس من أول خط عفوا يعني الكمساري بيبدأ يقطع التذاكر للناس الركاب من أول أوتوبيس لحد آخره ودي بتستغرق معه مثلا محطتين ثلاثة وبعد كده يوضع كرسي بتاعه من وراء ويقفل باب أوتوبيس اللي قداماني ويبتدي بعد كده اللي طالع بعد كده يقطع له التذكرة شاب ملتحي شاب ملتزم طالع أوتوبيس وكان هينزل بعد محطتين فعبال ما جاءت المحطة بتاعته كان لسه الكمساري ما وصلش لحد عنده فلقى واحدة ستة كبيرة كده في سنة قد أماتنا قال لها حاجة بعد يزل حضرتك قادي تمن التذكرة لما يجي الكمساري قولوله دي تمن التذكرة بتاعت الشاب اللي نزل المحطة اللي فات فاستغربت الستة وقفت قدام الناس تقولوا يا جماعة شفتوا قادي الإسلام وقادي المسلمين وقادي الالتزام قادي الأمانة الشاب بنازل والكمساري لسه ما وصلوش اللي هو بيعطي على التذاكر لسه ما وصلوش وممكن يعني خلاص يعني ممكن يعدي ويمشي وينزل وخلاص والكمساري ما جاش يعني أبدا لم يستحل أنه يركب في وسيلة مواصلات عامة العائد بتاعها يعود على البلد لم يستحل أنه يركب من غير ما يدفع التمن دفع التمن ونزل شفت دي بخلق بسيط زي كده بمعاملة جميلة زي كده بأمانة زي كده تكون سبب التزام عدد كبير من الناس الدين المعملة آه الحديث ما يصحش لكن معناه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى تعالي نشوف أمثلة تانية عشان نحفز الشباب ربنا بار فيه جميعا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي بذل النفس والغالي والنفيس محمد بن القاسم فتح بلاد السند والهند وعنده كم سنة الشباب 17 سنة بسدق الكلام ده طب والله العظيم تخيل حاجة زي كده 17 سنة يروح يفتح يقود جيش كامل ويفتح بلاد السند والهند وتكون في ميزان حسناته أي نعم عنده كم سنة 17 سنة محمد الفاتح اللي فتح بلاد الكسطنطينية تخيل يفتحه عمره كم سنة 23 سنة 23 سنة آه سبحان الله الناس دي بذلت بذلت واخلصت النية لله سبحانه وتعالى ولذلك نعمل أجيب لك النمازج دي وقد طرلك من النمازج ليه عشان تقول لا ده مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة لا ده ماشاء الله ده جيل كامل جيل كامل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله من أجل أن يولغوا هذه الدعوة إلى كل أخطار الأرض إنت بقى عملت إيه قدمت إيه وإنت قدمت إيه هاتولوا الصحنا ما طب إحنا هنعمل إيه يعني تعمل إيه والله قدامك حالات كتيرة جدا ولو كانت بسيطة لا تحكرنا من المعروف شيئا اقعد كده يا ربنا أكرمك بإيه عندك مهبة إيه بوصل نفسك والله الحمد لله قدر حفظ كرآن طب جميل جمع شباب الحتة جمع أولاد الحتة اقعد حفظوا كرآن وكل حرف في ميزان حسناتك جمعي البنات أقعد يحفظون كرآن اعملوا دورات علمية وأقعدوا كده انت بتعرف إيه أنا ما شاء الله في الفقه كويس والتاني في السيرة ما شاء الله والتالت في لغة العربية والرابع ما شاء الله في علم الحديث أقعد أعلم اعمل دورات علمية أقعد أعلمهم بلاش ده كله جمعوا فلوس احنا في رمضان وناس فقراء كتير جدا وناس يتامة جمعوا فلوس وعملوا زي ما بنعمل كده في مصر عندنا الشنط ما شاء الله يحط فيها أكله وسمنة ورزه وسكر وطمر وحاجة كده ونبعثها للأسر الفقير يا الله بتبقى جميلة أو أوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي أول الحديث من نفس عن مؤمنين قربة من كرة بالدنيا نفس الله عنه قربة من كرة بيوم القيامة والله العظيم حديث يؤثر هو لو بيقطع القلب حديث رواب طبراني في الكبير بإسناد حسن يمكن ذكرته في شريط اسمه أبحث عن إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده وأحب العمل إلى الله سرور وجابها بصيط نكرة أي سرور أي حاجة تفرح بها هوك المسلم سرور تدخنها على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا يا الله ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله أو ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل أي معنى الكلام ده شمعنى أنه насколько لقف goal بعدما ذكر كل الخير ده ختم بالجملة دي وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل يعني لما تحسن لإنسان ما تجيش بعد إكي هتمنى عليه لأن المن ده من محبطات الأعمال لما تمنى عليه تجي باعت له بانطرون جيت بعد إكي قابلته ما لبس تليش لبانطرون الأس approved لأ لشارهه لك لا ما تقعدش تزلي فيه يعني فهم ازاي ما تجبلوش مثلا نعل وتدهوله عشان يلبسه هو ماشي تقوله لا خب بالك في مطاب قدامك لا لو سمحت ما تمشيش بالشارع ده ما تقعدش تزلي فيه ما تجبلوش كيلو رز وتقوله ها عملتي في الرز طلع كويس يا طرى الحمد لله طعم فتقعدش تزلي فيه لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى خدت بالك فإذا ربنا بير فيكم احنا بالحلقة ديت كده ختمنا بعض الأمثلة من نمازج علوه وهمة الشباب هنتكلم من الحلقة اللي جاء ان شاء الله عن علوه وهمة الصبيان الصبيان الصوارين عشان تعرف قد ايه ان انت ممكن تقدم تقدم الخير الكثير وان انت تكون من السابقين اسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من السابقين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الى